اشتركوا في القناة ثم تقوى الله جل وعلا في كل عمل ثم ملازمة الاستغفار أربع جاءت في أول سورة هود وجاءت في سورة الشعراء وجاءت في سورة العراف وفي غير أول سور كثيرة سورة نوح عليه السلام ألف لام راء سورة الهود كتاب وحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذيروا وبشير وأن استغفروا ربكم الآيات التوحيد طاعة الرسول تقوى الله جل وعلا الاستغفار الرسل أجمعت على هذه الأرب هذه الاستغفار نقول الله جل وعلا ورسوله والتقوى الاستغفار ننسى أحيانا لكن هو أهم شيء أهم شيء الاستغفار يعني أهم شيء في التذكير لأن فيه غفلة الناس يستغفرون يستغفرون لكن لازم الاستغفار يكون كثيرا لازم توطن نفسك أنت أنت على الاستغفار الكثير حتى يجعل الله لك من كل هم من فرجة ومن كل ضيق الرجا ويزرق البركة الناس تعلمهم الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يستغفر علم الصحابة الاستغفار 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 الاستغفار